لجنة التخطيط يمكن من خلال تصريعات مسلماني ما بعد اللقائين الخاص بين مبارات الرجاء والأولى والتانية إن الندي المدير الفني بيعمل كل ما يستطيع عشان يعمل فرص للفريق إن اللعيبة تبقى فيه جمل عشان يوصلوا لمرمى الخصم ولكن الفرص بتديها ودي مش مسؤوليته مسؤولية اللعبين في ملعب وهنا لجنة التخطيط عندها وجهة نظر وأنا بتطفق معها فيها إن لأ أنت مسؤول مسؤول عن إنك تجاهز اللعيبة عشان أو تجاهز الجمل اللي توصل للمرمى وفي نفس الوقت إن فرص اللي بتضيع دي مسؤوليتك أيضا إن أنت ما بتشوف كم الفرص اللي بيضيع وإيه السبب فيها بتحاول تطور أداء اللعبين اللي ممكن بيوصلوا أكتر ناس بيوصلوا للمرمى وبالتالي تحسن من أداءهم في التهديف وتحسن من أداءهم في الفرص اللي بتجيلهم لكن مسؤولية المدير الفني في كل شيء هي سواء بقى تجهيز أو إنك بتقاهل اللعب وبتنمي مهاراته عشان يقدر يسدد بشكل مناسب يقدر لما يعني ينفرد بالمرمى يقدر يحطها بشكل معين في مواقف معينة حاجات كتير جدا في كرة القدم مهمة جدا المدير الفني بيقدر يطورها لكن الفرص من خلال موسيماني هي مش مسؤولية ولو ضاعت من اللعب بمسؤولية اللعب فقط لا طبعا الأمور مش بالشكل ده وعشان كده لجنة التخطيط كان عندها تحفظ في هذا التصريح بالنسبة للموسيماني المباراة القادمة إن شاء الله لنادي الأهلي أمام موفاق الصفة تكون يوم ستة أو سبعة وحتى الآن يمكن الكلام على أستاذ السلام وفي نفس الوقت إقدارة النادي الأهلي حب أن الفريق يلعب الماتش اللي جاي في أستاذ القاهرة بحضور جمهين إن شاء الله يبقى جيد وبتعرض الأمر على موسيماني أفضل له أنه يين للمباراة لأستاذ القاهرة ولا في أستاذ السلام الأهلي إن شاء الله يعني أي إن كان الوضع مطالب النادي الأهلي إن شاء الله بتحقيق نتيجة جيدة عشان يعالج الخطأ اللي كان موجود في مباراة الرجاء إنك تكسب 2-1-1-0 دي بتبقى مقلقة جداً تكسب بمكسب كويس إن شاء الله أمام فاق الصيف تبقى الأمور سهلة بالنسبة لك في مباراة العودة ببنشوفش قفشة بقالنا فترة وبالتالي قفشة لعب كبير لعب مهمة في النادي الأهلي عملية الاحتواء للعب زي قفشة إنه ما بيلعبش مهمة جداً حالة النفسية بتاعته تالي موسيماني كان عنده جلسة مع أفشة وإنه يعني طريقة اللعب في الفترة اللي فاتت ما بتخليش أفشة يبقى مشارك بشكل أساسي الأمور بالنسبة له المشاركة لأفشة كأساسي مهمة جداً هو كلاعب متعود إنه هو يلعب بصفة مستمرة في التشكيل الأساسي ودي عملتله إلي حد ما حالة من الزعل والغضب وده وضع طبيعي لأي لعيب إنه ما بيلعبش بشكل أساسي بتزعله وهنا دور المدير الفني فيه عملية الاحتواء للعب وتنبيهه وتذكيره إنه هو في أي وقته يبقى موجود وإنه فيه بعض الأمور الفنية هي اللي بتأثر على الاشتراك بشكل أساسي سندريليج البلجيكي بتمسك بعرض معين بالنسبة له أو بالنسبة له النادي ب2 مليون دولار اللي بيعمل لكا اللي في الفترة الأخيرة تردد النادي الأهلي بيتفاوض مع هذا اللعب اللعب معارق في الدوري التوركي إلى القاسم باشا وهيرجع فيه التقالات الصيفية القادمة وبالتالي النادي الأهلي عارض مبلغ المليون ومتين ألف دولار لحسم هذه الصفقة وبالتالي في انتظار موافقة سندريليج البلجيكي اللي حاطت مبلغ الـ 2 مليون دولار لبيع موليكا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر